بقى مش حاجة غلط وبعدين خلاص كبرت بقى ما كفاة عليا بقى لا وطا تشوت مش باين خلاص الكبر الحمد لله كبرت وعقلت اكتر بس فيها عيب ايه بقى اللي هو مدائي مراتي ان انا بموت في الستات بحب الستات جدا بس بحبهم حب نظيف مش حب اللي بالي بالك وحب قوي البنات الصغيرة كمان بحس انه مولادي فده اللعيب اللي بيخليني ويا سايباك بقى الحي لا لا مصدق الكلمتين دولة ارفاني فانا بحب الستات وبحب البنات حب نظيف تماما وزي ما لسه من شوية اقولك باعتبر اكتر حاجة بتجدك في الست ايه اكتر حاجة بتلفت نظري في الست ضعفها ان الست ضعيفة ان الست انسانة رقيقة مهما كانت انسانة ضعيفة ورقيقة وبعدين بقى بعد كده الفيزيكال بقى يعني يعنيها حلوة ايوة وشها حلو مهتمة بنفسها مش لازم تبقى جميلة بس اهتمامها بنفسها بيخليها جميلة وبعدين زي ما كلنا عارفين الهنا بيخلي الانسان جميل بس ست اللي هي مش مغرورة اللي هي متوضعة اللي هي انسانة لطيفة وبحب الاخلاق يعني الشخصية اللطيفة الهدئة الجميلة يعني وبعدين رحت تونس كتير وبحب الستة التونسية لانها بردو جميلة يعني الستة المصرية نمبر وان عندي طبعا مه ما فيش شك وبعدين اقولتلك من شوية ان بسبب الستة المصرية تخلصنا من الاخوان وسبب الستة المصرية قبل كده تخلصنا من الانجليز ومن الفرنسويين اللي كانت بترمي ايدل هون فوق الجندي الانجليزي لحد ما الانجليز قالوا كفاية مصر ومشيو هي من الازباب الاساسية سالسامي ايه اللي خليك ترجع خلاني ايه ترجع يعني انا ما حسدش الحقيقة لما انا قابلتك من 3 سنين في نيويورك انك انت عندك انية انك انت ترجع السبب الاساسي اني رجعني ان انا جرت من كو لان بصراحة اللي بيعمله الرئيس السيسي في مصر التغيير المغول اللي بيحصل ده ميخليني متأكد مش حولك متفائل متأكد ان بعد 5 سنين مصر دي حتبع حاجة تانية قلص وده على فكرة رئيكشن العالم لنا يعني انا وانا في امريكا بشوف النيوز والاخبار اللي انتو هنا ما بتشوفوهاش بالسهولة الا لو كان عندك يعني حاجات اجنبية الامريكان نفسوهم متفائلين جدا باللي بيعمله الحكومة المصرية في مصر زوجتك وافقت على القرار ده زوجتي قبل ما جي بسبوعين قارتلي غور من هنا ارجع مصري لانك ما انتش عايش معانا انت عايش في مصر امشي طيب انت يعني سبتها بسهولة سبتي مين بسهولة زوجتك على امل انها هتيجي هنا تبتكر انها هتيجي هتيجي بتحب مصري جدا بتكلمها من ساعة ما جيت كل يوم بكلمها وبكلم بنتي انا بنتي 12 سنة بنتي وغدة كياني كله اشتركوا في القناة